بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا مجددا في محاضرة جديدة بعنوان سلسايكل أن ميتوسيز دورة حياة الخلية والانقسام الميتوزي أو ما يسمى الانقسام الخيطي نعرف أولا دورة حياة الخلية سلسايكل is the life of a cell from its origin in the division of the parent cell until its own division into two daughter cells إذن هي الفترة الزمنية من حياة الخلية منذ انقسامها من الخلية الأم حتى تنقسم هي بدورها مجددا إلى خليتين بنويتين سلسايكل has two stages لها دورة حياة الخلية لها طورين أو مرحلتين non-dividing growing face which is called interface الطور اللا انقسامي النامي الذي يسمى الطور البيني الطور الثاني يسمى dividing face which is called my to ticker in face إذن يسمى الطور الثاني اللي هو الانقسام الخيطي أو انقسام الميتوزي مرحلة الانقسام إذن هذه هي دورة حياة الخلية طور طويل جدا يسمى interface الطور البيني وطور أقصر يسمى my to ticker face أو يسمى my to ticker face ونسمى الانقسام الميتوزي وهذا الطور اللي سنتكلم عنه عبارة عن طور طويل جدا ينقسم إلى تطوار G1 S و G2 بينما my to ticker face يشمل انقسام النواب كاريو كاينيسي و سايتو كاينيسي سنتكلم عنها نبدأ في الطور الأول interface وأقصد بكلمة inter لو between face بمعنى stage إذن هو الطور البيني لماذا يسمي بيني؟ لأنه يقع بين انقسامين خلويين متتاليين It's called interface because it is located between two successive my to ticker divisions لأنه يقع بين انقسامين متتاليين It is the longest stage of the cell cycle هو أطول طور في دورة حياة الخلية Cell spends about 90% of the cell cycle time in the interface stage تقضي الخلية مع مقدار 90% من زمن دورة حياة الخلية في هذا الطور It is a metabolically active phase ويعتبر طور نشيط أيضيا بمعنى most of the cells metabolic functions are carried out بمعنى معظم وظائف الخلية يتم في هذا الطور أو تتم في هذا الطور فتؤدي الخلية وظائف المناطبها خلال هذه الفترة خلال هذا المرحلة أو هذا الدور أو الطور During interface the cell prepares for the cell division خلال هذا الطور الإنترفيس أيضا بالإضافة إلى أنها تؤدي وظائفها أيضا تعد العدة وتجهز لعملية الانقسام اللي هو الطور القادم By producing cytoplasmic organelles and duplicating its genome عن طريق مضاعفة cytoplasm والغضيات الخلوية والRNA والبروتين وكذلك مضاعفة المادة الوراثية لها الجينوم أو ما يسمى DNA Interface has three surfaces هذه المرحلة أو الطور الكبير له تحت أطوار ثلاثة G1, S, G2 أو ما يسمى First Gap, Synthesis of the DNA for DNA Replication and Second Gap إذن الفجو الأولى والفيو الثانية وبينهما تخليق الDNA أو قد تسمى هذه الأطوار Primary Growth النمو الأولي DNA Synthesis and Secondary Growth قد يظهر الطور الرابع وما يسمى G0 وعبارة عن فترة راحة أو فترة لا انقسام إذا دخلت الخلية هذه المرحلة وهذا الطور فإنها تفقد القدرة على الانقسام مرة أخرى لذلك سمينا G0 Is the resting phase of the cell cycle where the cell cycle is suspended إنه طور راحة أحد فروق دورة حياة الخلية حيث فيه تعلق دورة الحياة تصبح معلقة ما معنى معلقة؟ بمعنى The cell lose ability of division يعني تفقد الخلية القدرة على الانقسام أو بمعنى آخر The cell is unable to divide the aene بمعنى أن الخلية لا تستطيع الانقسام مرة أخرى فإذا دخلت هذا الطور طور الراحة اللي وراحة من الانقسام لا تنقسم مرة أخرى مثل ماذا؟ مثل الخلية العصبية والخلية العضلية نبدأ بأول تحت الطور يسمى G1 أو يسمى Fist Gap اللي الفيوة الأولى It is a gap time between mitotic or mitosis or in-face and DNA synthesis هي الفيوة الزمنية من دورة حياة الخلية التي تقع بين الانقسام mitotic face and DNA synthesis At this stage the cell grows rapidly increase in size and become mature cell تصبح الخلية ناضية بدليل زيادة حجمها ونموها بسرعة وتصبح خلية ناضية قابلة للانقسام عن طريق ماذا؟ ما هي علامات النظور؟ By making more cytoplasm cytoplasmic organelles protein and RNA synthesis عن طريق تخليق الـ RNA كمية كبيرة وتخليق البروتين فتكبر الخلية أيضا حجما وتخليق عضيات خلوية تتضاعف العضيات داخل cytoplasmic الخلية وهي أيضا السيتوبلات فيؤدي إلى زيادة حجم الخلية ونموها بسرعة وهذه علامة على نضروج الخلية وقابليتها لدخولها مرحلة الانقسام At this stage the cell carries out its normal metabolic activities أيضا تجهز وتعد العدة لانقسام وأيضا تؤدي وظائفها الأيضية المناطة بها خلية إفرازية تقوم بالإفراز خلية امتصاصية absorptive cells تقوم بالabsorption خلية مناعية وهكذا إذن هذه ما هي عملية الطور الثاني S-face أو اختصارا وأقصد فيه means the synthesis synthesis of the DNA أو ما يسمى DNA replication The daughter chromosomes are covered are replicated بمعنى الكروموسوم البنوي اللي هو الموجود في الخلية البنوية daughter cell يكون كروماتيد واحد أو ما يسمى موناد فيتضاعف في هذه المرحلة فيصبح دعياد اللي هو two sister chromatides connected or attached at the centromere إذن ما معنى S-face means synthesis of the DNA تضعف وتخليق الDNA بمعنى the daughter chromosomes are replicated are covered يعني تتضاعف each daughter chromosome اللي هو موناد one sister chromatides replicates تتضاعف to produce sister chromatides إذن الأول يضاعف نفسه فيعطي الكروماتيد الشقيق الآخر فتصبح دعياد من موناد one chromatide إلى دعياد two chromatides the chromatides are attached at the centromere forming دعياد replication of the centromere also takes place during this phase أيضا نذكر أن مضاعفة المريكزات اللي هي وظيفتها صنعة خيوط المغزل أيضا هذه المريكزات تتضاعف بنفس الطريقة وبنفس الوقت مع الDN كيف يتضاعف الDN إنها طريقة يسميها semi conservative method بمعنى الشريط القديم يكون شريط جديد one old one new strand أيضا السنتريولز واحد من المريكزات يشكل مريكز جديد فيكون واحد قديم يسمى parent اللي هو القديم واحد جديد يسمى doter سنتريول وهذه الطريقة يسموها شبه المحافظة بمعنى واحد قديم وواحد جديد الطور أو تحت الطور الثالث G2 أو ما يسمى second yard it is a second gap time between DNA synthesis and onset next mitosis بين الDN synthesis وبين بداية تخليق أو عفوا بداية الانقسام القادم إذن هذه الفيوة الثانية في هذا الطور تكمل الخلية كل احتياجاتها لعملية الانقسام فتكمل كل التجهيزات اللازمة للانقسام الخلوي بمعنى زي ما بدأت في الجيوان تكمل أي نقص أو يكمل أي نقص في الجيو synthesis of protein synthesis of RNA organelles replication cytoblast وهكذا تضاعف هذه المواد في ATP synthesis وأيضا تجهز وتخلق الطاقة لوجه جزيئات الATP all cell structures organelles and proteins needed for the cell division are made at this stage فحيث أنه يجب أن يكون كل مستلزمات ومتطلبات الانقسام الخلوي جاهزة في هذا الطور في هذا الطور إذن دورة حياة الخلية لو نلخصها عبارة عن interface اللي هو G1 S G2 ثم تدخل الخلية M face اللي هو my2 tick face أو ما يسمى M face أو my2 says وهو عبارة عن أطوار صغيرة pro face pro meta face meta face an face and telophase ثم تدخل الخلية انشطار سيتو بلازمي نسمي cytokinesis وتنشط الخلية الأوم إلى خليتين بنويتين ما الذي يحدث في كل طور بالنسبة الانترفيس تكلمنا عنها ما الذي يحدث what happens in each subfaces of the الانترفيس في الجيوان حدث ماذا synthesis of protein and RNA الاس فقط يتضاعف الجينوم اللي وديه لأن synthesis الجيوان مشابه للجيوان يتم إكمال أي نقص في الجيوان فتكمل synthesis and replication of the organelles and RNA تخليق البروتين وتخليق الRNA وتخليق أيضا العضيات الخلوية ومضاعفة الوضايات الخلوية الطور الثاني من دورة حياة الخلية cell cycle اللي وما يتوتيك فيس أو سميناه ما يتوتيز أو نسمي M face اختصارا حيث يحدث ماذا اللي هو انقسامات الخلية أو انقسام الخلية it is a short face هو الطور قصير في دورة حياة الخلية مقارنة بالانترفيس The nuclear and cytoplasm division carry out في هذا الطور سيحدث انقسام للنوا ثم انشطار للcytoplasm مما يؤدي leading to formation of the two independent دوترس تتكون خليتين بنويتين مستقلتين ميتوتيك فيس انقسام دو بروسيس هذا الطور أو المرحلة لها عمليتين أو خطوتين مهمتين كاريو 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 بمعنى نيوكلياس كاريو بمعنى نيوكلياس مثل ما أقول برو كاريو سيتو بلازم إذن انشطار سيتو بلازمي division of the سيتو بلازم نبدأ أولا بالانشطار النووي أو الانقسام النووي يوز من ميتو كاريو 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 بمعنى 5 صف فاس برو فاس برو ميتا فاس ميتا فاس أنا فاس و تيلو فاس هذه أطوار الانشطار أو الانقسام النووي برو فاس كلمة برو يعني تمهيدي أو أولي فاس بمعنى stage فهو يسمى الطور الأولي أو الطور التمهيدي أطول طور في الانقسام الميتوزي إذن تصبح الكروماتين الميتوزي أقصر وأغلط وأكثر التفافا وتتكثف حتى تتحول إلى كروموسوم فهذه خيوط الكروموسومات كانت كروماتين فايبر فتحولت إلى كروموسوم الميتوزي ميتوزي 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 تصبح كخيوط قصيرة وسميكة واضحة تحت المجهر الضوئي الميتوزي أو النهايات المتعاكسة في الخلية تصبح مت выбراً مايكرو تيبيولز بيجن تو فورم بتوين سنتروسومز أو سنتروس إذن إيرلي ميتو تكسبيندل فايبار اللي خيوط المغزل البدائية تبدأ تظهر بيجن تو فورم بتوين سنتروسومز بين المريكزات أو الأجسام المركزي إذن هذا هو الجسم المركزي في القطب الأول وهذا هو الجسم المركزي في القطب الثاني فتبدأ ظهور مبكر لهذه الخيوط الخيوط المغزل بين الأجسام المركزية تمهيدا لالتصاقها بالكروموسومات حتى تبدأ صفها في الوسط ثم وفصلها في الأنفيس كروميتافيس هو طور ما بين البروفيس والميتافيس وفيه يحدث ماذا يتهدم غلاف النواة اللي هو نيوكليو وأيضا تختفي أو تتهدم النواة في هذا الوقت البروفيس المركزي يتحرك لتحرك المركزي إلى المركزي لماذا يتهدم غشاء النواة وغلاف النواة حتى تدخل خيوط المغزل وتلتصق بالكروموسومات بالكروموسومات تمهيدا لعزلها وفصلها نيوكليولاس 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 خيوط المغزل بالظهور بشكل واضح ومكتمل ومتطور جدا فيها تكون واضحة ومتطورة جدا هذه الخيوط خيوط المغزل كم نوع من هذه الخيوط هناك ثلاثة نواة نيوكليولاس نيوكليولاس كم نهاتك نيوكليولاس نيوكليولاس نتكلم عنه في الشريحه القادمه كل الكروموسومات ستة واربعين Chi 34 أباحة إلى مكان مmers وال reorganة كروموسومت الناحظة في الوسط وتصطف على الصفيعة الأسطوائية أو ما يسمى صفية الطار الأسطوائية خاص بأمين من مرات كل ب είكم 아마 الأسعود لل창 fluid ب general اذا هذا الكروموسوم الواحد له قطعتين حركيتين تسمى وكل يلتصق به خيط مغزل قادم من احد الاقطاب يلتصق بها خيط من القطب الاول والكيني تي كور للكروموسوم نفسه يلتصق به خيط اخر من الجهة الاخرى او من القطب المعاكس يمكن ان نوقف دورة حيات الخلية عن طريق مادة تعمل تطبيط لتكوين الخيوط المغزل ومثالها قلنا كلشوسين الدراج اللي هي عقار كلشوسين الذي لو حقن فيه الحيوان يتوقف الانقسام الميتوزي عند هذا الطهور The cells can be isolated at this stage for كاريو تايبنج اناليسيز وايضا قلنا يمكن دراسة الكروموسومات والاختلالات الكروموسومية والخريطة الكروموسومية اللي نسميناها كاريو تايبنج ايضا خلال هذا الطهور لانه اوضح الاطوار نقول تصطف الكروموسومات على الصفيحة الاستوائية إذا ما هي الصفيحة الاستوائية في هذا الطهور It is an imaginary plate صفيحة وهمية In the center or middle of the dividing cell Where the chromosomes align during metafase حيث في هذا الطهور طهور الميتافيس تصطف الكروموسومات على منتصف الخلية اللي هي الطهور اللي نسميها الصفيحة الاستوائية إذن هي صفيحة وهمية عليها عليها يصطف الكروموسومات في منتصف الخلية في الطهور الاستوائية ما هي أنواع في الطهور المغزل types of the spindle fibers or microtubules أول نوع يسمى القطبي polar spindle fibers extend from one pool to opposite pool تمتد من القطب الأول إلى القطب المعاكس إذن هذه هي قطبية بمعنى لا تلامس أي كروموسوم وإنما تمتد من القطب الأول إلى القطب الثاني دون منامسة الكروموسومات ما هي وظيفتها بزيادة طول هذه الخيوط واستطالتها تستطيل وتمتد وتمطط الخلية the dividing cell gradually increasing in size by lengthening the polar microtubules إذن باستطالة هذه الخيوط polar microtubules تستطيل ويزيد حجم الخلية النوع الثاني من خيوط المغزل تسمى kainity core وهي التي تمتد من قطب إلى الكيني تيكور في الكروماتيد الأول ومن الجهة الأخرى نفس الشيء تمتد من القطب المعاكس إلى الكيني تيكور في الكروماتيد الشقيق الآخر kainي تيكور extend from one hole to kainي تيكور of the sinteromere إذن هذه هي تسمى kainي تيكور وهذه في الطور الاستوائي إذا استطالت تحرك الكروموسومات إلى المنتصف وترصها في منتصف ووسط الخلية أما في الأنفيس إذا تحركت وقصرت فإنها تجذب وتسحب الكروماتيد الشقيق عن بعضها البعض إذن at the metafase stage lengthen of the kainity core spindle fibers إذن تبدأ تستطيل to move the kromosomes to the metafase plate in the anaphase stage shorten تقصر to move the sister chromatides toward opposite ends of the cell إذن تحرك وتفصل الكروماتيدات إلى الأقطاب والنهايات المتعاكسة في الخليل آخر نوع يسمى asteral أو ما يسمى astars إذن مني الأستars أو الأستر الميكرو tubules are short fibers radiating from the centrosomes تشع إلى الخارج من centrosomes بالتياغ غشاء الخلية ما هي أهميتها تعمل كأوتاد لتثبيت عملية الانقسام أثناء شد الكروموسومز والكروماتيدز عن بعضها البعض فتثبت هذه المنطقة الانقسامية القطب الأول والقطب الثاني كوتد على غشاء الخلية إذن asteral microtubules ما يوظيفتها anchor the spindle pools تثبت أقطاب الخلية الانقسامية إذن خلال عمليات وأطوار هذا الانقسام الميتوس هناك سحب وشد ويد للكروماتيدات والكروموسومات وبالتالي يابد من تثبيت أقطاب هذه الخلية الانقسامية على غشاء الخلية من الذي يثبتها ألياف من المايكرو تبيوز القصيرة تمتد من السنتروسوم إلى الغشاء الخلوي وأيضا بالقطب الثاني نفس الشيء تمتد من السنتروسوم الزوية اللي هنا السنتريول سنتريول بير إلى الغشاء الخلية وهكذا إذن هذه أنواع spindle fibers إذن هذه ثلاث الأنواع من خيوط المغزل أنا face طور الانفصالي أنا بمعنى أعب اللور الانفصالي أنا face is the shortest stage of mitosis أقصر طور في mitosis is the centromere of all the chromosomes under longitudinal splitting forming 92 chromatides 46 كرمسوم تنشطر في كل كرمسوم سنترومير إلى ثلاث المحصر النهاية 92 chromatides ستحب بقوة from one another عن بعضها البعض toward the opposite holes of the cell إلى الأقطاب المتعاكسة إذن الصفيحة الاستوى بالوسط تبدأ تسحب هذه الأنصاف 46 كرمسوم أو chromatides إلى الطرف الأول و46 chromatides إلى الطرف الثاني من الذي يسحبها activity of the kinetic core microtubules اليقنا قصر هذه الكينيت تسحب الكرماتيد the kinetic core microtubules shorten تبدأ تقصر فتسحب الكرماتيد while the polar microtubules continue to lengthen بينما البولر التي لا تلامس أي كرمسوم تمتد من القطب الأول إلى القطب الثاني تزيد بالطول lengthen تستمر بالاستطالة وتستطيل الخلية الطور النهائي tillow face tillow بمعنى end اللي هو النهائي أو النهائي ما معنى النهائي تصل الكرماتيد إلى نهايتها إلى المحطة النهائية during this stage or events of pro face will be reversed كل الأحداث والصفات والتفاصيل التي حدثت في البرو face سيتم عكسها قلنا في البرو face تحولت الكروماتين فيبرز إلى كروموسوم هنا لا العكس يرجع مرة أخرى الكروموسوم إلى كروماتين فيبرز قلنا اختفت النوية والغلاف النووي هنا العكس نقول يعاد ظهور النوى والنوية والغلاف النووي وهكذا إذن تبدأ ظهور معالم نواتين في كل جزء من الخلية اللي بداية خليتين بنويتين تصل كروماتيدات مفردة إلى الطاب الخلية المتعاكسة الكروموسوم تبدأ إلى كروماتين فيبرز الكروموسومات ستحل من التكثيف وتفك لتتحول إلى كروماتين فيبرز إذن يعاد ظهور الغلاف النووي وأيضا النوية من أن يتم تكوين اللي هو إعادة بناء نوكلير من غشاء الخلية أو غشاء النواة للخلية الأولى الأم اللي تكسر فيها هذه الفتاة وهذه الشضايا والبقايا من تكسر النوكلير الممبرين القديم يتم بناء غلاف نووي جديد من هذه الأجزاء إذا تختفي كليا لماذا؟ لأنه انتهى دورها ليس لها أي جدوى لبقائها لماذا؟ لأن الكرومسومات أو الكروماتين وصلت إلى النهاية إلى المحطة النهائية فهذه ليس لها داعم بقايا بينما التي تستطيل اللي هي الميكرو تبول القطبية تستمر بالاستطالة في وسط الخلية الحيوانية يبدأ يتكون أخدود صغير أو إن بعكسا يسمى أخدود التفلج من هو؟ في وسط الخلية الحيوانية الإنقسامية يظهر بخدود ضحل أو صغير ليس عميق يعني مو ديب وإنما شالو يعني صغير جدا فنسميه كليفج فارو بينما الخلية النياباتية يظهر فيها حاجز يسمى سيلي بليت الصفيحة الخلوية إذا دخلت الخلية هذه المرحلة بهور الكليفج أو السيلي بليت نقول ستبدأ مرحلة جديدة سمي إنشطار سيتو بلازم سيتو كاينيسيز ستارت سناو سيبدأ مرحلة نهائية لإنشطار السيتو بلازم نسميها سيتو كاينيسيز من هذا السيلي؟ يلي عملية الكاريو كاينيسيز يليها مباشرة سيتو كاينيسيز لفصل الخلية العم إلى خليتين بين يدي في حال أنه حدثت عملية الكاريو كاينيسيز إنشطار نووي ولم يحدث سيتو كاينيسيز يليه مباشرة ستبقى الخلية الأم بنواتين وهذه نشوفها في بعض الخلايا مثل من؟ مثل الخلايا العضلية القلبية كارديك مصر سيلز فيها نواتين وتسمى باينيوكليت سيلز خلايا ثنائية النوات أيضا الهيباتوسايتس الليفر سيلز خلايا الكبد فيها نواتين باينيوكليت سيلز خلايا ثنائية النواء أيضا الإبثيليم الانتقالي ترانزيشنال إبثيليم اللي هو الموجود في اليوريتار ويورينال بلدر في المثانة البولية والحالب في الطبقة القمية النهائية سوبرفيش اللاية السطحية هناك خلايا تسمى دوم لايك أو أمبريلا سيلز الخلايا المضلية ذات القبة أو القبية فيها أيضا نواتين فيها خليا ذات نواتين باينيوكليت إذن نقول كاريوكاينيس فلوز باي سايتوكاينيس تو فورم تو اندبندينت دوتر سيلز اتش وان كونتين ديبلويد ننبر افذي كرومسون إذن يجب أن يلي انشطار النواء انشطار سايتو بلازن حتى نحصل على خليتين بنويتين من مستقلتين ومن فصلتين كل منهما كل من هذه الخلياة بنوية لها نفس العدد الكرومسوني يوجد في الأم ستة واربعين في الأم أيضا ستة واربعين في الدوتر سيلز تو ان أيضا تو ان السايتو بلازم ديبلويد باي بروسيس واتشو كولد كليفج في الخليه الحيوانية يتم هذا الانشطار السايتو بلازمي بعملية تسمى التفلج من الذي يصنع هذا الاخدود وهذا التفلج الذي يضيق تدرييا حتى يشطر الخليه لأم لخليتين عن طريق حلقة من خيوط الأكتين اللي الأكتين مايكرو فيلمنز إذن باي كونتراكتينج رينج حلقة تخصرية عن طريق الأكتين مايكرو فيلمنز التي هي تضيق تدرييا في وسط الخلية حتى تشطر الخليه الأم لخليتين كيف تتم الآلية هذه الحلقة التخصرية التي تصنع الكليفج في وسط الخلية يبدأ الظهور ثم تتطور يضيق يضيق تدرييا قراجولي متى حتى تتلامس أسطح الغشاء الخلوي من أعلى ومن أسفل يستمر هذا التطور والضيق حتى تتقابل لسطوح أغشية البلازم ثم تذوب وتلتحم وتنفصل الأغشية عن بعضها البعض بلازمة من برينز فيوز تلتحم تفورم سيباريت بلازمة من برين حتى تشكل كل خلية غشاءها المستقل في الخلايا النباتية في الخلايا النباتية فيزيكيلز درائب من برينز جولجي أبريتوس ما يسمى دكتيوس هومز تتحم من برينز في الخلايا النباتية في الخلايا النباتية دكتيوس هومز هذه الحويصلات تصطف وسطيا على وسط الخلية في وسط الخلية النباتية لتشكل صفيحة تسمى الصفيحة الخلوية سيل بليت أين توجد في وسط الخلية ثم ما تلبث أن تلتحم بجدار الخلية الأم من أعلى والأسفل فيتشكل ما يسمى الونيو سيل وول جدار خلوي جديد إذن لاحظوا في الخلية النباتية باختصار ما تهمنا لكن نقول في الخلية النباتية في هذه الخطوة تتحول الكروماتين فيبرز تتكثف كروموسوم ثم تظهر تبدأ في التشكل والظهور نفس الكلام يتهدم الغلاف النوية يبدأ يتشضى على شكل شضايا وتختفي أيضا النوية متافيس تصطف على صفيحة وسطية استوائية بالوسط الصفيحة الاستوائية أنفيس كل كروموسوم ينشطر إلى ثم تسحب هذه الكروماتيدات إلى الأقطاب مرة سميها دوتر كروموسوم مرة سميها موناد تسحب إلى نوع من نوع الكروموسوم من الذي يسحبها قصر الميكرو من نوع الكروموسوم تسحب هذه الموناد أو دوتر كروموسوم أو نسميها كروماتيد إلى الأقطاب المتعاين تبدأ تتكون نواء كاملة بكل خلية بنوية ثم قلنا أيضا خلال السايتوكينيسيز يجب أن تتشكل ما يسمى سيل بليت اللي الصفيحة الاستوائية التي تكون في وسط الخلية النباتية فتقسم الخلية النباتية إلى خليتين بنويتين بينما الخلية الحيوانية قلنا مميزتها أنه يحدث فيها ما يسمى كليفج هل يحدث هذا الكليفج التخصر أو التفلج في النبات لا لماذا؟ لأن لها جدار خلوي صلب مصنوع من السلينوز وبالتالي لا تحدث هذه العملية في الخلية النباتية فقط في الخلية الحيوانية من الذي يصنع هذا الكليفج فارول أخدود إنه بينما في النبات من الذي يصنع السل بليت التي تتحول إلى نيو سل وول ويقسم الخلية النباتية إلى خليتين من الذي يصنع هذا الحاجز فيزيكيلز فورمينج سل بليت منين قادمة درايفد فروم جولجي أفريتوس إذن هذه الحويصلات هي التي تصنع السل بليت التي تشكل السل وول من إن قات هذه الحويصلات من جولجي أفريتوس إذن هذه الصورة بالمجهر الإلكتروني النافذ ترانسميشن إلكترون ماكروغراف وهذه الصورة بالمجهر الإلكتروني الماسح الماسح سكانينج إلكترون مكروسكوبي إذن هذه صورة توضح الخلية الحيوانية عن النباتية ما الذي يحدث بعد انتهاء عملية الميتو تكفيس أو ما يسمى أيضا سيتو كينيسيس الإنشطار أين تذهب الخليتين البنويتين قد تدخل الخلية البنوية إما فتدخل وهكذا تعيد نفسها تعيد دورة الخلية من جديد أو أنها تدخل مرحلة لكبح وإيقاف دورة حياة الخلية فتتوقف هذه الخلية البنوية في هذا الطور مثال عليها الخلية العصبية نيرسل أن مصر سل رمينز إن جي زيرو ستيج وش السل ذات إز أن إيبل تو ديبايد بأي والتي في هذا الطور إذا دخلت الخلية لا تستطيع الانقسام مرة أخرى إذا يمكن قل لماذا الخلية العصبية لا تنقسم لماذا لأن الخلية العصبية أو العصبونات يسمونها علميا تسمى نيرونز عالية التخصص الوظيفي يعني وظيفتها جدا مهمة ومعقدة لا يمكن استغنى عنها ولو لثواني ونغامر بدخول الخلية في الانقسام إذن لأنها تقوم بعملية ووظيفة معقدة ومهمة اللي الإحساس في جسمنا مثل أي خلية أخرى إذن لا تقبل الخلية المغامرة والدخول في عملية الانقسام لماذا؟ لأن الخلية عالية التخصص الوظيفي لا تغامر بالدخول في عملية الانقسام لماذا؟ لأن الانقسام يأخذ وقت وزمن ولا يعقل أن تخلى عن الإحساس والخلية العصبية والجهز العصبي حتى لساعات أو لثواني وتغامر الخلية بعمل هذا واحد من الأسباب السببب الثاني تركيبي تركيبياً لا تحتوي على عضية المريكزات أو الاسم المريكز لماذا؟ لأن هذا المريكز هو المسؤول عن تكوين خيوط المغزل إذن لا تحتوي المريكز وهذا مهم في عملية تكوين خيوط المغزل أيضا لأن النيرف والمسل سيلز تركيبياً في G0 يبقى أو تبقى هذه الخلية في طور G0 وهذه تفقد القدرة الخلية العصبية والعضلة على الانقسام مرة أخرى إذن هذه أسباب أيضا هناك سبب في السلجي أن المعلومات تخزن في الجهاز العصبي في الدماء في الخلية العصبية تراكمياً فلو انقسمت الخلية العصبية ستمحى هذه الذاكرة وهذه العلوم التي تم جمعها على مدى سنوات وبالتالي يصبح الجهاز العصبي خالي من أي معلومات وبالتالي يصبح كأنه طفل جديد يحتاج إلى تعليم من الصفر إذن هذه كل أسباب جعلت الخلية العصبية غير قابلة للانقسام إذن كانت هذه محاضرتنا عن سل سايكل والانقسام الميتوزي مايتوزز إن شاء الله نتكلم في المحاضرة القادمة عن النوع الثاني من الانقسام يسميه ميوزز أو يسمى Reduction سل ديبيجن اللي هو الانقسام الاختزالي لماذا سميه اختزالي It reduces chromosome number from diploid to habloid وهذا لا يحدث إلا في الخلايا الجنسية في خصى الرجل وفي أيضا مبايض الأنثى إلى ذلك الحين نستدعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا